السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناة حلويات ومملحات هاجة اليوم اغنشارك معكم الفقوصة الشمالية معروفة عن نفس الشمال جميع الافراح والمناسبات كما كتخطأ حتى شي مناسبة وحتى شي فرح عن نفس الشمال كما كتشاهدوا معنا تطارك الله ما شاء الله فقوصة هماوية كتجي رائعة تبع معي الطريقة التحضير والنصائح وغادي نجح معكم من اول مرة كتشفوا اللون اللي فيهم الذهبي ما يكونوش محمرين بالسف وعدتشفوا معي وحدة انحل المداخل غيش انو كانت باقة سخونة كيجي رائعين بالسف ومعروفين في قاقص باللي كيباتون على غدا كيكونو افضل كتشفوا تبارك الله كيف تلعوه اللوين ديالهم تبعوا معي النصائح والطريقة التحضير وحيخرجوا معك من اول مرة بسم الله نبدو على بركات الله اول حاجة عنا جوج كيلو ديال الدقيق من النوع الممتاز قرعة ديال ماء الزهر 500 جرم السكر السقل والسكر Gلاسى الجيجي ومغرف كبار من عبة حلاوة اللي منقيه ومحمسة الجيجي armedكاز كباري من الزنجل اللي منقي ومحمست الجيجي مغرف كباري من شمن الحار الجيجي مغرف كباري من الخميرة ديال الخبز مغرفة صغيرة percentile منه حسابة ملح يضيف patient ميلي رات الماء خلطه مع卵 البرتقال زهرة دافئ يقدرون كل ماء نزيله Wh Kenneth زهرة البرتقال الماء الدافئ المضبوط 600 ميلي لتر ليزيت بالنسبة للعجين لا يكون قاصح و لا يكون خفيف لا نستعمل شيء بصيفة نهائية الدقيق نقرس الفقاقص نغطيه لكي لا يتشقق و هنا نقطعه و نوزنه نقرس الفقاقص كما تشاهدو معنا لجين دياله كيفاش عامل قلتكم العبارة قرعة ديال الماء الزهر زيت لها 600 ملي لرد ديال الماء لكن دائما كيبقى على النوعية ديال الدقيق كما كاتشاهدو لجين كيفكا خصو يكون ما يكونش قاصح بزاف و ما يكونش خفيف لجين دياله كيكون في حال و حال ديال شباكية بالنسبة للوزن كيبقى حسب الاختيار انا هدعمت له 100 جرام خرجوا لي 38 حبة 100 ديال كرام نقدر نجرب من الفئة 95 جرام بين 95 و 100 ديال كرام كيبقى الاختيار بتسمى فيها 80 جرام كيكونوا صغرين كتار و كيخرجوا لك حتى 43 أو 40 حبة حتى 45 كيبقى حسب الاختيار ديالك هدا قياس ديال الجوش كيلو عخليكم قياس مضبوط في صندوق الوصف كالعادة هنا يكبقى نقطع العجين كيما كتشاهدو معايا اوهو عندي مغطي بلاستيك الغذائي كنوزن وكننزل ما نعملوشو حل كمية كبيرة باش ميتشرقنش العجين ديالنا بعد ما كنوزنو كبقى نقرس ونحيط جانبا وطبعا نغطيو بلاستيك الغذائي باش الفقاقص ديالنا مايتشرقنوش تماما وكنعاود نأكد ما نقرسوش تماما فقاقص بالدقيق ما كنستعملوش دقيق هنا في حل كعب ما كنستعملوش دقيق تماما باش في الفقاقص ديالنا كديرك اللي معا فيها كما كنتشهدونا كنقرس ننزل وكننغطي بلاستيك الغذائي هيدا كنستمر حتى كنسالي هاداك القياس اللي عندي كامل ديالجين مره اخرى كنقطع نوزن كنقوار 18 الحبات نقرسهم وننغطيهم عوتان من نفس الطريق ملي سالية العجين كامل كتشهدو معايا كنبقى نهز ونقرس بواحد المطلق وكنتلقوا واحد المنديل وننزلو فيه الفقاقصات ديالنا كنتلقوهم بمطلق يما كتشهدو السمك ديالهم يكون لها الشكل هادا ما يكونش غلاطين بساف ودائما تقيق هو اللي كيحكم هنا درور تكون تقيق بالنوعية الجيدة باش كيجوا فقاقصات ديالنا اللوين ديالهم بزيون بياط وهنايا نصيحة اخرى ملي عنا نتلو ديك الفقاقصات ديالنا نعملوهم فوق ديال منديل نفس الطريقة كنغطيو بالبلاستيك الغذائي ما نعملوش فق منهم نغطيوه بالوجه ديالهم بالبلاستيك الغذائي عاد نغطيوه فق منهم شيمانطا لكالجو برد عنتلقوه كامل وطبعا مني كان قورت مكسست من يد الحبت كما نشوه كنغطي بلاستيك ما نغطيوشهم بالوجه ديالهم بالمنديل قوم بتغطيب الماء فقط نقوم بتغطي الماء تقوم بتغطي الماء لان ندهن بزيت فرق او بورق فرق نتقبه جيدا نظام بنار مهيلة حمار الصفح و نحمر بشكل مدهب باش اللوين ديالهم كيجي رائع بزاف عمدهبين ما نحمروهم شي بزاف وطبعا مليكنوا كيتيبوا يا سلام واحد النسمة ديال السمن وديال مظهر كيكونوا في الدر روعة وهالف خيقصات ديالنا وجدين كتمنى الوصفة اليوم اتنال اجاب ديالكم كشكركم بزاف لمتابعة طريقة ديالكم للتشجيع بارتاجي فيديو مع الحباب والاصدقاء تلاقوا فيديو القادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة